لو انت دكتور، صيدالي، محامي، محاسب، ميديابايا، جرافيك ديزاينر، مبرمج او حتى بتبيع منتجات او بتسوق لخدمات كنت شركة او شخص فاكيد التسويق بالمحتوى هو افضل حل ليك وهو المناسب ليك عشان تسوق لمنتجاتك او لخدماتك بتكلفة تسوقية اقل بكتير من الاعلانات الممولة ايه هو التسويق بالمحتوى؟ هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في الفيديو بتاع النهاردة بس خليني في البداية اقول لك لو بتتفرج علي على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ولو بتتفرج علي على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد يلا بينا نبدأ الفيديو وتعالي احكيلكو حكاية التسويق بالمحتوى التسويق زمان او اللي احنا بنقول عليه التسويق الاكاديمي او التسويق الكلاسيكي او الطرق اللي احنا كنا بنستخدمها زمان في الاول دور او الاعلانات التلفزيون كانت بتبقى مكلفة جدا يعني من الاخر كده عشان حضرتك تعمل بيزنس لو معكش فلوس تدفع بيها اعلانات في التلفزيون او اعلانات في الاول دور فكان بيبقى الحل البديل بتاعك انك تجيب ناس تتكلم في التليفون وتعمل عملية التلي سيلز اللي كانت بتخنق عملة كتير وكان اغلب العملة بتقفل السكة في وش التلي سيلز بتاعتك وكان بيبقى الحل التاني او الحل الاخر يعني انك انت تجيب شوية ناس توزع ورق في العربيات وتوزع ورق في الشوارع او ورق في المولات علشان خاطر تبدأ تعمل عملية تسويق لنفسك لو يعني معك شوية فلوس حلوة كان ممكن تاخد بارتيشن في مول وتبدأ تسوق لنفسك من خلال ممثل المبيعات او ممثل خدمة العملاء اللي بيوقف الناس ويقول له سمعت عن الجايزة النهاردة ويبدأ يباله طرق في التسويق كلها محترمة وكلها كويسة وكلها جميلة ولكن بعد ظهور السوشيال ميديا الطرق دي من وجهة نظري بقت قديمة شوية ليه لان بقى في حاجة اسمها السوشيال ميديا يعني المكان اللي انت تقدر تخش به بقوة في كل بيت مصري او ايا كانت دولة اللي انت بتسوق لها خلاص بقى كل واحد فينا ماسك في ايده حاجة انت تقدر تظهر عليها ببلاش او حتى لو بفلوس هتبقى بفلوس مش كتير قوي يعني ايه الكلام ده اسهل طريقة او افضل طريقة تعمل بها ماركتنج لنفسك دلوقتي هي التسويق بالمحتوى يعني ايه التسويق بالمحتوى التسويق بالمحتوى ببساطة شديدة جدا كده هو انك انت تطلع تعمل محتوى عن الحاجة اللي انت بتفهم فيها او الحاجة اللي انت بتسوق لها هتقول لي ايه ده طب ازاي يعني انا لو شركة او لو فرد اتقل بقى علي كده واسمعني عشان كل حالة انا همسكها لك وقولك ممكن تعمل فيها ايه على سبيل المثال لو حضرتك محامي دكتور صيدالي بتعمل اي شغلانة مبنية على فكرة الوان مان كرو يعني الوظيفة التي يقوم بها الشخص الواحد حتى لو كان معاك مساعدين زي الميديا باير على سبيل المثال زي المحامي الدكتور المهندس الكلام ده كله فاسهل طريقة ليك انك تعمل برسونال براندينج لنفسك طب اعمل برسونال براندينج ده ازاي هو انك انت تبدأ في صناعة المحتوى استخدم السوشيال ميديا في انك انت تعمل محتوى لما بتعمل محتوى بتعمل فيديوهات كتير سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب او شورتيس او ريلز على الانستجرام او فيديوهات على التيك توك فانت تدري جيا بتبدأ الناس تعرفك ولما الناس بتعرفك بتبدأ تبني ايه بتبدأ تبني قاعدة جماهرية ان الناس عرفتك لما بتبني قاعدة الجماهرية دي اوتوماتيك بيبدأ ينشتق منها مع الوقت قاعدة العملاء بتاعتك وهنا ده اللي احنا بنسميه التسويق بالمحتوى يعني اطلع اعمل محتوى عن اكتر حاجة انا بفهم فيها فالناس تعرف ان انا جامد فيها فالناس تبدأ تجيلي عشان تتفعل فلوس مقابلة هتقول لي طب ماشي لو انا اديني مثال كده عم بسم عشان نفهم هقول لك على سبيل المثال لو انت دكتور هتطلع تعمل نصايح في الطب فالناس تعرف انك انت دكتور شاطر وعندك امانة هتطلع تعمل فيديوهات تتكلم فيها عن ما تعملش كذا عشان ده مضر عن اضرار كذا عن نوافع كذا عن كلي كذا اشربي كذا بلاش نعمل كذا لما عضمنا يطقطق بلاش نعمل كذا نصايح طبية وبالتالي انت كل فيديو بتطلع فيه فاكيد بتعرف نفسك بتقول ان انا دكتور فلاني فلاني استشاري مش عارف ايه فبالتالي الناس لما تبدأ تصق فيك وتشوفك وتحبك وتبدأ السقة تتبني فيك هيبدأوا يجوه لك من خلال المحتوى بتاعك وهتلاقي حد بيقولك طب لو انا عايزك شف عندك اجي ازاي وتبدأ تبعط له الكونتك دي تيلز بتاعتك لو محامي مثلا على سبيل المثال ودي موضوع انتشر جامد جدا في الفترة الاخيرة وخصوصا على التيك توك اطلع اعمل فيديوهات عن الحالات القضائية يعني ايه يعني مثلا اطلع فيديوه وقول تعرف انك انت مش من حق اي شرط يوقفك ويسحب منك البطاقة الا لو شك فيك او الا لو كذا 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 تعرف ايه عن قانون الطوارئ مش عارف ايه اطلع اتكلم مثلا عن قوانين الاسرة والطلاق والزواج وايه اللي حق الزوجة وايه اللي مش من حق الزوجة ودايما نبدأ الكونتنت بتاعك بالخطف يعني ايه بالخطف يعني تعرف هل تعلم تعرف مش عارف ايه تعرف نعمل ايه حكم الاعدام بيبقى ايه حكم فهم ابدأ شد الناس الناس هتبدأ تعرف انك انت تقيل في حتتك وانك انت جامد في القانون وانت فاهم القانون قويس فلما يبقى عنده استشارات قانونية اول حد هيفكر يلجأ له هو انت وده طبعا بعد ما تبني القاعدة الجمهورية بتاعتك طبعا انت هتجي لي سؤال هنا وتقول لي طب يا باس انا دوقتي عملت فيديوهات ولسه ما عنديش جمهور اعمل ايه ساعتها هيبقى الزقة الاولينية بتاعتك بس باعلان اللايقات ان انت بس تعمل اعلان لايقات كده اعلان فولورز سواء على الفيسبوك او حتى على تيك توك تقول فيه ان انا فلان الفلاني لو مهتمين بالكلام ده هتعالوا تابعوني اول زقة بس كده مجرد بس اعلاني يحرق لك الدنيا شوية وده عموما بيبقى تكلفة قليلة ولكن حتى لو ما عملتش اعلانات في الاول لو فضلت مستمر وعملت كل يوم فيديو تأكد انك انت في خلال من ثلاث شهور لست شهور صفحتك دي هتروح في حتة تانية خالص بشرط كل يوم فيديو وحاول تبسط الموضوع على نفسك ولكن اهتم جدا بجودة الصوت مش لازم يعني الصورة تبقى اجمد حاجة ولكن اهم حاجة الصوت يبقى واضح وانك انت تبقى واضح في الكاميرا والناس تعرف تفهم من طريقتك يبقى ده اول حاجة طب مسلا على سبيل المسال لو ببيع كورسات اعمل كورسات مجانية عشان لما هعمل اللي بفلوس الناس هتصك فيها هتجي تشتريها مني طب مسلا لو انا جرافيك ديزاينر علم الناس الجرافيك ديزاينر اعمل فيديوهات صغيرة ازاي تعمل كذا 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 في حد جميل جدا انا مش متذكر اسمه دلوقتي ولكن دايما بتفرج له على فيديوهات شورتس كده دايما بيقول في الفيديو بتاعه لو لسه بتعمل طريقة ديا على الفوتوشوب ففكك منها وتعالى وريك الطريقة الجديدة حتى بيروح جاي مركب كوميك كده وقول لك تعالى فالمهم بيعلم الناس حركات بسيطة يقدر يعملها على الفوتوشوب فبالتالي بيبدأ يجيله جمهور يتابعه وبالتالي الجمهور ده بيبدأ يعرف ان هو حد تقيل او في التصميم او في الجرافيك فبالتالي لو حد عنده تصميمات برينت او مطبوعات او اي حاجة عايز يعمل لها تصميم او تصميمات على السوشيال ميديا او حتى الشخص ده نفسه نزل كورس بيتكلم فيه عن الجرافيك ديزاينر اكيد الناس كلها هتشتريه منه طب ده لو بيرسونال بريندينج لو شركة انا شركة عقارات مثلا اعمل ايه سعلة وبسيطة خلي تيمي السيلز عندك او الناس اللي ينفع تتكلم قدام الكاميرا عندك تعمل فيديوهات مراجعة عن المشاريع بتاعتك اتكلم عن المشاريع بس مش في صغر سيلز لان فكرة التسويق بالمحتوى هو انك انت تدي الناس المعلومات مجانية مش بشكل بيعي او مش بشكل مباشر ان انت بتبيع لهم بس بشكل خدمي هيبدأوا يستنتجوا انت بتعمل ايه فلو انت مثلا على سبيل المثال شركة عقارات اطلع عامل مراجعة عن المشاريع العقارية اللي حضرتك بتبيعها او المشاريع العقارية اللي تقدر تسوق لها لو انت مثلا على سبيل المثال بتبيع منتجات اطلع عامل مراجعة عن المنتجات ده اكتر ناس بتتشهر على السوشيال ميديا هما الانفلونسر اللي بيعملوا مراجعة للمنتجات اللي هو يجيب لك منتج زي مثلا محمد علاء كده على سبيل المثال له كامير الاحترام والتقدير اللي بيقعد قللك ايه المنتج ده جامد ولا مش جامد وتعالوا ازايكو ومش عايف ايه الحاجات دي اكتر حاجات بتنتشر اصلا على السوشال ميديا وهو ده اللي اسمه التسويق بالمحتوى انا مصور فوتوغرافيا على سبيل المثال هطلعهم الفيديوهات بعلن فيه الناس تركات عن التصوير فبالتالي انت مثلا على سبيل المثال لو عندك منتجات هات المنتجات بتاعتك وامسك منتج منتج وعمل مراجعة المنتجات خلصة امسك منتجين وقرم بينهم المنتجين خلصوا امسك منتج وقول عيوبهم وميزاتهم اعمل كده من الاخر هو ده فكرة التسويق بالمحتوى بدل ما ادفع فلوس في اعلانات مباشرة بقول فيها ان انا واحد اين تلاتة هتعلوا اشتريوا مني انا مش هدفع فلوس انا هسوق بالمحتوى انا هعمل محتوى وبين الحاجة اللي انا جامد فيها فالناس تعرفني فتيجي برضو تشتري مني وهو ده ببساطة كده فكرة التسويق بالمحتوى اخر حاجة عايزة اقولها لك في الفيديو بتاع النهاردة ان التسويق بالمحتوى مش لازم بس يكون بالفيديوهات يعني دايما بتتعامل مع المنصة على اساس الخوارزميات بتاعة المنصة نفسها يعني مثلا على سبيل المثال على منصة الانستجرام ممكن تعمل تسويق بالمحتوى عن طريق الصور وممكن تعمل تسويق بالمحتوى عن طريق الفيديوز او الريلز على التيك توك طبعا التسويق المحتوى بتاعك هيبقى بالريلز على الفيسبوك هيبقى بالطريقتين الفيديو الطويل والفيديو الشورت وفي نفس الوقت البوستات المكتوبة على اليوتيوب طبعا الشورت فيديوز والفيديوهات الطويلة في الاخر مهم انك انت تكون عارف ازاي تتعامل مع المنصة اللي انت هتستخدم فيها التسويق بالمحتوى عشان كل منصة وليها طريقة ولكن في الاخر كل الطرق تؤدي الى روما وكل الطرق هتؤدي انك انت تعمل التسويق بالمحتوى بالطريقة اللي ترياحك وبالطريقة اللي انت حبيبها وكل الطرق دي هتوصلك انك انت يبقى عندك العميل بتاعك او اللي يعرفك او انك انت يبقى عندك قاعدة جماهرية ولكن انا كباس دايما بتفضل التسويق بالمحتوى افضل طريقة fourteen بها بالمحتوى هي الفيديو سواء كانتckentt او الش escort videos او الفيديوهات الطويلة وهو ده كده ببساطة معنى كلمة التسويق بالمحتوى لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لو بتفرج عليها على الفيسبوك ولو بتفرج عليها على الليتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة واتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته